تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتبعة أسعار السلع الستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 650 قضية تموينية مستندية وعينية بمضوطات بلغت 772 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم دبط أكثر من 104 أطنان وفي مجالي حجب الأرز الشعير والأرز الأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم دبط قرابة 638 طن وفي مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية فتم دبط أكثر من 30 طن وفي مجالي قضايا المخابز تم ضبط 909 قضايا من بينها 264 قضيات خبز ناقص الوزن و255 قضيات خبز غير مطابق للمواصفات